بسم الله الرحمن الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أيها المشاهدون الأعزاء أيها الصائمون الكرام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم وأن يتقبل فيه منا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم أمين ومرحبا بكم جميعا في حصتكم وتواصل هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها منبر لنشر الخير ونشر الفضيلة اللهم أمين وتواصوا كلمة انتزعناها من القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الإسلام يا إخواني الكرام نبني على الأمر بالمعروف وعالنهي عن المنكر وعالموعظة الحسنة وعالإرشاد وعالتوجيه وعالنصيحة وعالوصية هذا المعاني أكل تدخل في بعضها بعض ولكن الفرق بين هذا المعاني وبين الوصية هو أن الوصية فيها التأكيد فالإنسان إذا كان نصحك وأكد لك في النصيحة فقد أوصاك ولذلك أعطيكم مثال بعد من صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسان مثلا واقف مع صديقه ثم بعد ذلك اسمع الأذان فهذا الإنسان واحدة من ثلاثة إما يقول له أيا السلام عليكم أنا راح للجامعة نصلي ويخلي هذا الآخ هذا ما ينصحه ما يوصيه ما يرشده ما يذكره يعني هو طالب بالنفع النفسه هو فقط يروح يصلي ويخلي زميله والله يخلي صاحبه في الطريق وإلا يقول له هيا نروح للجامعة نصليه الأخر يقول له مثلا لا لا أنا ما نصليش مثلا ما زلت ما أبدش الصلاة يسكت ويخليه أو يقول له على أهل لازم تبدأ الصلاة ولكن ما يأكدلوش فهذا راح نصحه ولكن ما وصاهش أما إذا كان قال له لا يا رجل اتقي الله ما زالك ما كش تصلي ما زالت ترك صلاة يا رجل صلي قبل أن يصلى عليك ويأكد عليه ويزيد يذكره ويعاود له هذا التأكيد يسموه وصية لذلك الفرق بين النصيحة والوصية النصيحة أنك ذكر إنسان وانتهى الأمر أما الوصية هو أنك الذكر والزيد تأكد له في التذكير وفي النصيحة انتهى ولذلك نشوف الصحابة يا إخواني الكرام كانوا أكثر الناس عملا بوصية الله تبارك وتعالى لهم وبوصية رسول الله سبحانه والسلام الصحابة كانوا ضايرين بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم فيهم ويربي فيهم ويفقه فيهم وعندهم العلم وعندهم الخشية ومع ذلك يجوا ليه يقول له يا رسول الله أوصينا يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا أو انصحني في الإسلام نصيحة أو أوصني يا رسول الله ولذلك أقرأوا يا إخواني الكرام الأحاديث الكثيرة اللي تبدأ بأوصينا يا رسول الله أو أوصني يا رسول الله أو أوصاني حبيبي فقال هذا الدليل باش تعرفوا أن الدين التعنى مبني على الوصية وعلى النصيحة وشوفوا حتى كلمة تواصوا فيها سر عجيب صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواصوا معناها انتاية وصيني وانا نوصيك يعني تواصوا في زوج مشي واحد يوصي واحد وانتهى الأمر لا هذا دليل على أننا جميعا معرضين للأخطاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين توابون فباش ننجحوا في حياتنا ويبقى الإيمان انتاعنا قوي ونبقى على علاقة وعلى صلة قوية مع الله تبارك وتعالى هو أن كل واحد فينا ينصح خوه المؤمن ويوجه خوه المؤمن ويوصي خوه المؤمن ولذلك أشوفوا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان جاي يمشي في الطريق وهو راكب على حماره وهو خليفة للمسلمين وقفات مرأة وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاه وبدأت تتكلم معاه قالت له يا عمر عهدتك تسمى عهدتك غلاما تصارع الأولاد في سوق عكاذ قالت له راني شافيت لك كنت واحد صغير تفل صغير تدابس مع الأولاد في سوق عكاذ في مكة ثم لم تلبث الأيام أن ذهبت حتى صرت عمرا قالت له من بعد طلعت بيك للدنيا ومن بعد وليت صرت عمر ثم لم تلبث الأيام أن ذهبت حتى صرت أمير المؤمنين قالت له زاد رب العالمين افتحها ليك ووليت أنت الخليفة وأمير المؤمنين فاتق الله يا عمر واحفظ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في رعيته فقالها واحد من الصحابة قالها ركي طولت على أمير المؤمنين قالوا سيدنا عمر لا أسكت قالوا أتعرف من هذه قالوا هذه اللي رب العالمين اسمع الكلام التاحة من فوق سابع سماء فعمر حاري أن يسمع كلامها واسمع لها كي كانت تنصح فيه وتوصي فيه وتوصي فيه عن رعية قالوا والله وتوقفني نهار طول غير نبقى واقف إلا عن الصلاة إلا أسمعت الآذان نروح نصلي ونرجع أما ما دمرة تنصح فيه وتوصي فيه بالأمور تعال الخير فأنا أستمع إليها ولذلك كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه رحم الله مرؤا أهدى إلينا عيوبنا ادعالوا بالخير قال الإنسان اللي يجي ينصحني ويوريلي ويقول لي يا عمر راه فيك هذا الأمر ادعالوا بالرحمة لما يجيك إنسان يقول لك يا فلان راح عندك تقصير في الصلاة هذا راح إنسان في الخير هذا إنسان راح قام بالواجب تعتواصل بالحق هذا راح جاي يوصي فيك بالحق ويوصي فيك بالخير ويوصي فيك بالصبر ويوصي فيك بالمرحمة المشكلة عن الناس اليوم هو المجاملة يعني يشوف خوه رايحة والعياذ بالله مثلا للنار مثلا تارك صلاة هذا راح للنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفى في عوضي لا ينصحوا يشدوا من يده ويديه للجامع ويحبب له الدين بالتي هي أحسن يغمض عينيه ويقولوا أنا راني راح نصليم بعد نتلقى أين هو واجب النصح وواجب الوصية فالناس اليوم أكثرهم يجاملون والمجاملة هذه تدخل في النفاق هذا حبيبك هذا جارك هذا صديقك راح تشوف فيه راح داخل في الريبة أنصحوا قلوا يا رجل تقل لا الريبة هذا راح يديك الجهنامة ورب العالمين ما يرضاش عليك إنسان تشوف فيه على كل حال عنده تقصير مع والديه فالواجب عليك أنك تنصحوا واحد تشوفوا ظالم ومعتدي هذا الظالم ما عنده حتى واحد حبيبه ما عنده حتى واحد صاحبه من ناس اللي يصلوا من ناس رواد المساجد يروح يا حكم ويقولوا يا رجل اتق الله رجع الحقوق لأصحابها يا رجل رك ظالم هذا الإنسان وركم تعدي عليه اتق الله تبارك وتعالى ولذلك كان سيدنا عمر يقول رحم الله مرؤا أهدى إلينا عيوبنا احنا رنا فينا العيوب والذنوب ولكن لما يجي واحد ينصحنا من قبلوش النصيحة وتأخذنا العزة بالإثم المؤمن الحق هو المؤمن اللي تنفع الذكرى لما تذكروا تنصحوا تنفع الذكرى رب العالمين يقول فذكر النفعة الذكرى إنما يتذكر من يخشى اش كون لي الذكر الإنسان اللي عنده خشية في قلبه الإنسان اللي عنده استعداد بشيخة في الله لما تقول له هدك شيء غالط يرجع ويتوب ويستغفر ويقول لك بارك الله فيك راني كنت على شفى حفرة من النار وراك سلقتني منها لكن الإنسان اللي عنده قسوة في القلب والقلب التاعه مغطي بالمعاصي والذنوب والعياذ بالله هذا ما يقبلش النصيح وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إذن يا إخواني الكرام إذا حبينا رب العالمين يعني يبارك فينا ويحفظنا هو أننا نقوم بهذا الوصية العظيمة وصية الله عز وجل لخلقه وتواصل نقدم نقوم بالواجب تعالى النصية النصيحة والوصية بدون مجاملة وبدون نفاق لأن الله تبارك وتعالى يسألنا على أحبابنا ويسألنا على أصحابنا ويسألنا على أولادنا يعني إن الله تعالى يسأل عن صحبة ساعة إنسان تمشي معه ساعة ربي يسألك هل بلغت له ولا ما بلغتوش فما بلغت بالإنسان اللي رأيك عايش معاه مدة طويلة وجارك سنين ومكش نهار قدرت تتأثر عليه بش يترك هذا المنكر اللي رأي يدير فيه وهذا المعصي اللي رأي يدير فيها فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر ومع حلقة أخرى من حلقات وتواصوا إلى ذلكم الحين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم